من فترة برنامج المنح الجامعية ورواد وعلماء مصر أعلن عن فرص لمنح دراسية جامعية لمدة 4 أو 5 سنين في مجموعة متنوعة من التخصصات الدراسية المتميزة هيتم تخصيص مجموعة منها للطلاب دوي الهمم لحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في 13 جامعة مصرية حكومية وغير حكومية زي جامعة مصنة القاهرة، أسيوت، إسكندرية وكمان جامعة العالمين عايزين نعرف تفصيل أكتر عن هذه المنح وشروط التقدم لها كل ده هنعرفه من ضفتنا اللي من ورانا فيه لسوديو أستاذ أمال مواتي مدير مشروع برنامج المنح الجامعية، صباح الخير على حضرتك صباح الخير على حضرتك وعلى جميع السادة المشاهدين وبشكركم على الاستضافة النهار يا أهلا بيك يا فاند، شرفنا بحضرتك لو في البداية هتكتكلمين بشيء من التفصيل عن برنامج المنح الجامعية وبرنامج رواد وعلماء مصر تمام، أنا مدير مشروع برنامج رواد وعلماء مصر، بس السنة دي برنامج رواد وعلماء مصر وبرنامج المنح الجامعية مع بعض بيقدموا 370 منحة برنامج رواد وعلماء مصر دي الدفعة التانية بالنسبة له وبنسبة لبرنامج المنح الجامعية دي الدفعة الخمسة والأخيرة بالنسبة له فمع بعض بـ 370 منحة وما يزيد عنهم بحاجة بسيطة يعني دوها أكبر عدد من المنح التي تم إطلاقها في هذه النوعية من البرامج المنح دي بتقدم للطلاب من خارجي سنوية عامة ومدارس التجريبي ومدارس ستام ولازم يكون الطالب طبعا مصري ويكون عنده نوع من أنواع الأعمال المجتمعية أو الأعمال التي يثبت فيها أن هو قائد علشان يقدر يحصل على هذه المنحة ويكون الثلاث سنين بتوع قضوهم في مدارس السنوي العام والتجريبي وستام وكمان مهمة قوي بالنسبة لنا أن احنا بنقدم المنح دي في 13 جامعة شريكة زي ما تفضلت حضرتك الجامعات دي حكومية وغير حكومية وهي يعني على الترتيب جامعة القاهرة وجامعة اسكندرية جامعة عين شمس جامعة المنصورة جامعة أسيوت ومدينة زويل والعالمين والجامعة الأهلية والجلالة وجامعة بدرب بالإضافة لجامعة الزئزيء والأكاديمية العربية وكمان جامعة حلوين الحقيقة إحنا ما بنقدم المنح دي بنقدمها بهدف أن إحنا ناخد الطلاب من جميع محافظات الجمهورية من السبع وعشرين محافظة الطلاب دولا بيكونوا الأكثر احتياجا لهذه المنح والأكثر تمييزا كمان والأكثر تمييزا بس هو التمييز والإحتياج مع بعض لأن إحنا بنقدم إحنا كذلك تقولي جامعة الكاهرة أنا محتاج محافظة أن أخش جامعة الكاهرة أنا بدخل الطلبة في الأقسام الكريدت أور أو ذات الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية ذات المصروفات فبتبقى أقسام مميزة جدا 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 ولها مصاريف إلى حد ما يعني كبيرة شوية فإحنا بنقدم الدعم المالي للطلبة بالإضافة للدعم المالي زي ما كنت بقول لحضرتك إحنا بناخد الطلاب من السبع وعشرين محافظة على مستوى الجمهورية فبالتالي الطلاب دولا بيحتاجوا سكن وبرضو بنقدم مصروف شهري للطلبة وبنتكفل بجميع المواد الدراسية مثلا لو في كلية هندسة طبعا بيبقى مغطلوب مواد للدراسة أو معامل أو حاجات زي كده بنوفر كل ده فضلا عن ذلك كمان بنقدم لابتوب لأن ده دلوقتي بقى حاجة أساسية جدا عشان يقدروا يتعاملوا في البرامج دي ويبقوا مطلعين عن العالم ده خلال فترة دراسته يعني خلال فترة دراسته وبعد ما بينهي الدراسة بيحتفظ بي وكمان بنقدم غير كده كمان نقدم تأمين صحي متكامل بإشان لو لو قدر الله حصل أي حاجة أثناء الدراسة نقدر أن نغطي الموضوع ده وسكن طبعا جميع في الجماعات الشريكة لأن الطلبة جاي من المحافظات إحنا الفرص دي بالتساوي ما بين الإناث والذكور ومن المهم كمان قوي أن ندمج الأشخاص زاوي الأعاقة بناخد من 10 إلى 15% من الطلبة من زاوي الأعاقة بالأعاقات المختلفة الموجودة فكل المجالات مفتوحة بناخد الطلاب من علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي وبنراعي دايما في التخصصات أن التخصصات دي بيتم الاتفاق عليها مع وزارة التعليم العالي وهي الجهة الحكومية الشريك الأصيل في تنفيذ هذه المنح فممثلة للحكومة المصرية بيتم التوافق على المجالات الدراسية لتخدم رؤية مصر 20-30 المجالات دي ممكن أقولهم في عجلة لو حضرتك حبيب فبنقدم في مجال الطاقة مجال المياه مجال الزراعة مجال التصنيع والصناع ومجالات السياحة والأثار والثقافة فضلا عن اللوجستيات ودي حاجة طبعا مستحدثة ومهم جدا والصحة العامة والتمريد وطبعا لا نقدرش نتكلم على أي حاجة دلوقتي من غير ما نقول أن تغير المناخ والتكنولوجيا الرقمية قاسم مشترك في أي حاجة بنعملها عشان نواكب متطلبات العصر فيبقى الخريج بتاعنا أنا المخرج بتاعي في الآخر قوة عاملة أنا مش بخرج واحد من الجامع أنا بخرج واحد جاهز أنه ينخرط في سوق العمل أو على الأصح بيطلع من المنحة دي مع فرصة العمل بتاعته طيب عشان الطلبة اللي بتفرجوا علينا دلوقتي وحابين أنهم يبقوا جزء من هذه المنحة حابين حايت تشرحي مرة تانية كده بالتفصيل عن مميزات الطالب أو الطالب اللي هتختاروه عشان يتقدم لهذه المنحة أنا النهاردة في سنوية عامة أو ستام أو مدرسة تجريبي أقدر إزاي أقدم لهذه المنحة بقدم إزاي مبدئيا وإيه اللي أنا محتاج يكون عندي عشان أكون مؤهل لهذه المنحة تمام استمارة التقديم متاحة على صفحة وزارة التعليم العالي ومتاحة برضو على صفحات الجامعة الأمريكية وفي مجموعة من الأسئلة اللي بنسميها الأسئلة الأكثر في وعن احنا على مدار الخمس سنين اللي فاتت ما في خبرة بقى أيوة بالضبط كده في خبرة فبقنا بنحط كل الأسئلة اللي ممكن تيجي على ذهن الطالب أولي الأمر بحيث أن هم يقدروا يلاقوا الأجوبة للأسئلة دي هو إحنا محتاج إيه؟ محتاج أن هو يقدم قبل يوم 31 مايو فإحنا الوقت أذف خلاص أذف جدا ومن ناحية تانية محتاج أن الطالب طبعا زي ما كنت بقول أنه هو يكون عنده بعض من الأنشطة التي تخدم المجتمع لأنه إحنا في الآخر عايزين نبني قادة زي إيه؟ زي مثلا يكون عمل نشاط تطوعي مثلا في القرية بتاعته أو في المدينة بتاعته في المدرسة فيه نوع من أنواع أنه هو يكون عنده مهارات من القيادة حتى على مستوى الفصل في المدرسة بس يكون فيه ما يثبت يعني تفوقه في الناحية دي من الجوائز أو ما شابه من ذلك وكمان مهم جدا أن الطالب يبص على الأوراق المطلوبة لأن شهادة القيد مثلا في سنوي لمدة 3 سنوي عام أو حكومي أو تجريبي دي ورقة مهمة جدا لازم يتم إصدارها من جهة حكومية فدي حاجة مهمة مفردات مرتب الولي الأمر أو البطاقة الضربية أو لو كان أعمال حرة يعني كيفما كان بس ما يفيد دخل الأسرة عشان يثبت أنه هو يعني غير قادر على الدفع بالضبط بالضبط كده فيثبت أنه هو مستحق بالدرجة الأولى وبعد بتطلع نتيجة السنوية العامة بيبعت لنا بيان الدرجات بتاعه احنا عادة بناخد في حدود 85% في مجموعة السنوية العامة باستثناء زراعة وتمريد ممكن بناخد أقل من كده يعني على حسب كمان المتوسط بتاع السنة لأنه طبعا في سنين بيكون المجموع مثلا عالي زيادة في سنين بيكون المجموع متدني نوعا ما فبناخد المتوسط من خلال أبحاث بنعملها وقت ما النتيجة بتطلع فبتحدد المجموع بس يعني على مدار الخمس سنين اللي فاتوا كنا بناخد ما بين 80% ل 85% وإحنا السنة دي حققين 85% وبيجيب الورق ده ويرفعوا بس على الصفحة التعليم في شركة نيوتن وتعليم العين وفي شركة نيوتن خدمات التعليمية هي الجهة المنوطة بالتعريف بالمنحة فصفحتها متاحة في إيميل برضو للاستفسارات وفي تليفون موجود لاستفسارات على الصفحة دي فالحقيقة أنا بادعو الطلبة اللي لسه مقدموش إحنا عندنا عدد لبقسة به يقدم يعني بس اللي لسه مقدمش للفرصة دي يعني يشتغل عليها بأسرع وقت ممكن لأن آخر معادلة التقديم واحد وثلاثين والحقيقة إحنا برضو يعني في تعاون وصيق مع مجموعة من الوزارات وزارة التعليم العالي بتقود هذا التعاون من خلال وزارة التربية والتعليم فبيتم النشر على صفحات وزارة التربية والتعليم وزارة التضامن الاجتماعي وأيضا وزارة الشباب والرياضة ففي جهود كثيرة جدا من الحكومة على أساس أن المنحة توصل لأكبر قدر ممكن من الطلبة وعملنا ندوات تعريفية أونلاين وبرا ونزلنا المحافظات كتيرة ومتعددة بالذات نحاول دائما نروح لمحافظات البعيدة ومحافظات السعيد اللي ممكن تكون المعلومات مش وصلة بالقدر الكافي عن المنحة لكن فيها نمازج تستحق أنها تحصل على هذه المنحة هو شرط أن يكون لسه حاصل على شات السنوية العامة تكون حديثة أو لم يمكن يكون دخل كلية مثلا ويتقدم لهذه المنحة لأنه حتى الأولاد في السنة وهم خارجين من السنوية العامة بقاش عندهم علم كافي بالتخصصات اللي حضرتك ذكرتها ده سؤال جيد جدا ومبسوطة جدا أن حضرتك سألته لأنه نحن نأخذ الطلبة بتوع سنوي عام هذا العام ويكون من الدور الأول يعني هيخلص السنوية العامة في 23-24 وما نأخذ حد جوة الجامعة ونأخذ الطلبة يكون لسه داخل الجامعة فأنا مبسوطة نحيك برضو رحت للنقطة دي لديت تفصيلة مهمة جدا ويكون ناجح من الدور الأول مش قسم مثلا السنة على سنتين والطالب ده اللي دخل الجامعة في الخمس سنين اللي فاتت هل أنا ممكن النهار ده عشان ساعت كمان خليني أبني على سؤال الشازلي أنه ساعت باب أنا مش متأكد بالضبط من التخصص بتي هل ينفع بداخل المنحة دي أغير التخصص بتي وأنا في الجامعة أم لا؟ أنا هقول له حضرتك إحنا بنقلي في الاستمارات التقديم بيبقى الطالب عنده مجموعة من الاختيارات ما بين الجامعات والتخصصات المختلفة فهو بيبني الاستمارة بتاعته بناء على رغباته فبيحط الرغبات بتاعته وإحنا بنيجي على التسكين بتاعه للجامعات بنسكنه بناء على قدر الإمكان على الرغبات الثلاث رغبات اللي هو حطها ويعني بيبقى ده أساس إن إحنا بنكمل في نفس المجال فكرة التنقل مش وردة إحنا عايزين برضو حد يبقى عارف وعايز إيه إحنا بنقول قائد محدد هدفه الدنيا بالنسبة له هو عنده هدفه بيشتغل عليه فده من الهدف بتاعتنا برضو إحنا كمان بنقدم مجموعة من الخدمات غير الأكاديمية المجموعة دي بتتضمن لغة إنجليزية مقدمة من خلال الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجامعة الأمريكية بقالها أكتر من 100 سنة في جمهورية مصر العربية في قطاع التعليم بصفة عامة والتعليم في اللغة الإنجليزية من الحاجات المهمة أو اللي بنفتخر إن إحنا بنقدم فيها بنقدم للطلبة اللي هيخشوا مثلا جامعة زي الجامعة الأمريكية أو جامعة التويل سنة كاملة من اللغة الإنجليزية وبالنسبة للطلاب بتوع الجامعات الأخرى بيقدروا ياخدوا اللغة الإنجليزية بجانب الدراسة طيب ده جميل جدا الناس بقى اللي خادت هذه المنح قبل كده وضعهم إيه بيعملوا إيه دلوقتي يعني إسهاماتهم عاملة إزاي إحنا تقريبا أول دفعة لسه هتتخرج دلوقتي بس خليني أكمل لحضرتك إن إحنا كمان بنقول إحنا بناخد حد عنده مبادئ مهارات القيادة وبنبني على دي وبندي له تدريبات في القيادة وبندي له غير التدريبات اللي في القيادة كمان بنيدي له إرشاد وتوجيه مهني يعني إزاي يستكشف سوء العمل إزاي يشوف فرص العمل المتاحة في سوء العمل في جمهورية مصر العربية من خلال تقييمه النفس الأول لمحاور القوة والضعف بالنسباله وكمان إزاي يقدر يكتب سيرة ذاتية إزاي يقدر يقعد انترفيو أو مقابلة شخصية وغير كده كمان بنديهم تدريب صيفي وعندنا الحقيقة يعني كانت خبرة كويسة جدا مع مجموعة من الوزارات المصرية استضافوا أبنائنا وشركات دولية النشاط فضلا عن الجمعيات الأهلية والحقيقة كان دايما بيجي لنا يعني فيدباك رائع جدا عن أدقهم وعن تمييزهم ويمكن كتير منهم كانوا وهو أثناء التدريب بيتقاله لما تتخرج هتيتشتعل عندنا فدي طبعا حاجة نيزة مهمة جدا وغير كده احنا بندي الـ 65% من الطلبة فرصة أنه هما يروحوا ترم أو سماستر أو فصل دراسي في الولايات المتحدة الأمريكية ده هاية ده مهمة أنه 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 تبادل للطلاب ده كمان حاجة مهمة جدا أو أنه نصفر أولادنا عشان ياخدوا تجربة مختلفة برنامج المنح الجماعية ورواد وعلماء مصر تقدروا دلوقتي تقدموا على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لوزارة التعليم العالي الوقت أزف فادخلوا دلوقتي لأنه آخر معدل التقديم هو 31 مايو شكرا ليكي دكتورة أمال موافي مدير مشروع برنامج المنح الجماعية كل شكرا على وجود حضرتك معنا نهار شكرا جزيلا